السلام عليكم بالنسبة للناس اللي كيسولوني وكيعودوا وشاد شي كاين ولا ما كاينش بالنسبة للنطلاقة دي البرنامج يسير فانا كنقول لكم بانا كاينة هاد شي اللي تأكد منه فبالنسبة للطريقة دي السجيل فهي جديدة ماشي بحال السنة المصارمة اللي فاتت بالنسبة للسنة هدي الحالية اللي احنا في هذا بألفين عشرين أف عام وثلاثة وعشرين هدي نطالق وحد المرحلة وهو غادي يكون سجيل عبره من حق مرحلتين مرحلة الأولى هي تجريبية واللي غادي تنطالق بجهة الريبات سالة القناي طيرا بتداء من واحد وعشرين نوانبير اللي هو يوم الاثنين شاي والمرحلة الثانية عاد لي غادي تعم في المستوى الوطني كامل بتداء من خمسة دو جنبير الفين واثنين وعشرين وتسجيل فهو كيخص فقط للناس الجدد ماشي اللي فهي تسجلوا وستافدوا يعني هذوك اللي تسجلوا وستافدوا فراهم سجلين غين الناس اللي جدد اللي غادي تسجلوا حاليا في الوطائق المطلوبة يقوم بطاقة التلميذ اللي كناخدها من المؤسسة اللي كيقرفها في المعلومات اللي كتعني التلميذ وكيخصنا نعمل قوام ديان جميع المعلومات ونسخة من عقد الزياد أو الحالة المدنية ونسخة من بطاقة تعريف للأب وللأب والأم واللي ما عندوش هذا فالولي الأمر دياله يعني اللي متوفي لها الزوج او اللي متوفي الزوجة او مطلقة أو هذه فولي الأمر تلميذ كيكفي بطاقة ديال نسخة من البطاقة الوطنية دياله ونسخة من البطاقات الرامد يعني ضرور يكون عندك الرامد الناس اللي كي سؤولوا اللي عنده رامد وش اللي عنده الناس اللي عنده من رامد و المؤسسات العمومية ما جير خصوصية و تكون بطاقات الرامد سارية المفعول و لا ماك كانتش بطاقات الرامد ففقط توصل ديال الإهداع الملف دي الحصول على بطاقات الرامد يعني إذا كتس وصلك يعته حLeena وبنسبة الاستفادة فهي ستكون في حدود ثلاثة ابناء فقط ولمجال القراوي فالتلاميذ يستفيدون هما التلاميذ الى في اعدادي ولمجال الحضاري فالتلاميذ يستفيدون فاهم فقط التلاميذ الاعدادي هناك شروط جديدة لتسجيل ويقبلك هو أن التلميذ لا يكون يتكرر في القاسم أكثر من مرة و لا يكون غيب أكثر من ربعات المرات في الشهر في البتدائي أما في النسبة للمجال القراوي فما يكون غيب أكثر من 6 مرات بالنسبة للمجال القراوي أما بالنسبة للمجال الحضاري فما يكون غيب أكثر اشتركوا في القناة